اشتركوا في القناة كن عنده مال ولا يزكي عنده مزرعة لا يزكي يتعلم مثلا كيف يصوم أحكام الصيام وما يترتب عليه يتعلم أحكام الحج إذا كان يحج إلى بيت الله المهم العلم الشرعي من أسرع الطرق المدخلة إلى الجنة ايضا من هذه الطرق ايضا الموسير هفجانه نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قرآن نعمة من الله كونك تحرص على قراءته نعمة ينبغي أن نحرص على كتاب الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نزل من عند الله وليس كذلك استمع إلى هذا الحديث نعم قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال قبل أن أقول الحديث معتقد أهل السنة والجماعة معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق منزل من عند الله كلام صفة من صفات الله منه بدأ يوم نزل الوحي عند النبي و سلم و إليه يعود قبل قيام الساعة هذا معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإله يعد انتهينا من معتقد دهر السنة والجماعة فضل kemudian juga yang kelima di antara jalan من جسر الله سبحانه وتعالى adalah membaca Al-Quran dan memahaminya karena Al-Quran diturunkan kepada kita untuk kita memahami mentadaburi ayat-ayat yang Allah turunkan tersebut dan diteragi yakin Al-Sunnah والجماعة terhadap Al-Quran Al-Quran yang ada pada kita yang kita baca tulisannya itu adalah perkataan Allah سبحانه وتعالى dia didurun Allah سبحانه وتعالى kepada kita dari langit yang ketujuh dan Allah سبحانه وتعالى menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semuanya dan akhirnya Al-Sunnah والجماعة sebagian diyakin oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Sunnah yang lainnya bahwasannya Al-Quran adalah kalam Allah perkataan Allah munazzal dia diturunkan Allah سبحانه وتعالى غير makhluk dan dia bukan makhluk ini adalah akidah yang wajib diyakini terhadap Al-Sunnah dalam Al-Quran berkataan صلاة الفجر بالغدو والآصال يقوم لصلاة الفجر فيريد أن يصلي بالناس إمام فيريد أن يقرأ فلا يجد في صدره ولا آية القرآن أخذ من صدره فإذا فرغ الناس من الصلاة وانتهت الصلاة يفتحون المصاحف فيجدونها أوراق صفراء ليس فيها ولا آية أين القرآن أين القرآن رفع إلى الله عز وجل لا بد أن يرفع هذا معتقد دهر السنة وجمع فهذا القرآن نور قال ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح جاء الشيخ تتكمل ولا أكمل قال ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح أعظم نعيم في الجنة بعد رؤية الله أن الله يقرأ القرآن على أهل الجنة الله يقرأ القرآن على أهل الجنة بواسنية رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببا يسر القرآن بالليل قرآن على أهل الجنة قرآن على أهل الجنة يقرأ القرآن على أهل الجنة أهل الجنة يقرأ القرآن على أهل الجنة قرآن على أهل الجنة أهل الجنة قرآن على أهل الجنة من الأسباب أهل الجنة يريدون منك مال لن تسع الناس بمالك الناس كثيرون ولا يريدون منك جاه يريدون منك حسن خلق عمر بن العاص رضي الله عنه والده ابنه الصحابي عبد الله بن عمر العابد عمر بن العاص أسلم يقول والله كنت أظن أني من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لحسن خلقه معه كنت أظن أني من أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه فسألته ويا ليتني لم أسأل سألته قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك يظن أنه هو وقال من الرجال أبو بكر قال ومن النساء قال عائشة فكل صحابي يظن أنه من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم يقول جرير ابن عبد الله البجلي وكان طويلا رضي الله عنه قال كان جميل قيل أنه يوسف هذه الأمة وسيم وكان طويلا كان إذا ركب على الفرس الخيل خطت قدمه في الأرض من طوله رضي الله عنه يقول رضي الله عنه ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن خلقه نعم ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم coba kita lihat bagaimana Amar bin As yaitu ayah dari Abdullah bin Amar bin As seorang yang ahli ibadah beliau mengatakan tidak ketika beliau masuk ke dalam agama Islam saya menyangka saya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم saya adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah صلى الله عليه وسلم karena akhlak Nabi صلى الله عليه وسلم terhadap diriku kemudian suatu hari saya bertanya kepada beliau ya Rasulullah من أحبب الناز ilaik siapakah manusia yang paling engkau cintai maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengatakan manusia yang paling saya cintai dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq padahal dia tadi menyangka bahwa dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengapa karena Rasulullah صلى الله عليه وسلم berbuat baik kepadanya memiliki akhlak yang mulia kepadanya kemudian coba kita lihat Jarir bin Abdillah yaitu sahabat yang sangat tinggi sangat tinggi sekali sampai dikabarkan bahwasannya apabila dia naik ke atas kuda maka kakinya itu menyentuh bumi menyentuh tanah kemudian beliau mengatakan terima terima kasih اشتركوا في القصة اشتركوا في القناة وعمر وعثمان الصحابة هذا الرجل دخل المسجل صلى الله عليه وسلم وهو في جنازة صلى الله عليه وسلم فرغ النبي من الصلاة فمسك النبي مع تلابي به هكذا وهذه القصة صحيحة وفيهم عمر عمر وزمجر وأبو بكر والصحابة ثم قال يا محمد يا محمد أعطي إنكم يا آل عبد المطلب يا آل عبد المطلب قوم تؤخرون الدين تؤجلون وتماطلون عمر رضي الله عنه ما سكت أخرج السيف ماذا يريد؟ يهودي تلفظ بألفاظ أوصلها بعضها العلم إلى ثلاثين كبيرة أولاً دخل المسجد وهو كافر يهودي أيضاً مسك النبي صلى الله عليه وسلم شوف رئيس الدولة لو مسكها كذا لو بس تكلم عليه وأيضاً قال يا محمد ما كان محمد أب أحد من رجالكم صلى الله عليه وسلم ثم قال أثار النعرة العصبية يا آل عبد المطلب النعرة العصبية العنصرية ثم أيضاً اتهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إنك تؤخر وتؤجل وهذا اتهام النبي صلى الله عليه وسلم لو واحد من المسلمين يشك يشك في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يماطل يكفر فقال يا زيد بن سعنة اسمه زيد بن سعنة زيد بن سعنة يا زيد يا زيد كم بقي من الأجل أجل الدين مدة الدين قال بقي ثلاثة أيام بقي ثلاثة أيام حتى لا يتهم أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر الأمر ما انتهى قال يا عمر اذهب معه شوفوا الأدب يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمر يا عمر اذهب معه وأعطه حقه قبل الموعد وزده وزده ثلاثين صاع الصاع في ثلاثة كيلو ثلاثين في ثلاثة كم تسعين كيلو زيادة من الشعير أو البر فذهب مع عمر شوفوا حسن خلق لم تنتهي القصة بعد وفي الطريق عمر رضي الله عنه غضب قال ويحك وأخذ يسبه ما الذي حملك ماذا فعلت يا يهودي كذا وكذا فقال يا عمر والله إني عندي علم في التوراة وقد قرأت في التوراة إن كان هذا صادق يعني محمد ونبي فإنه كلما أغضب وتكلم عليه فإنه يزداد حلما وسعه حليم ثم قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكان رجلاً غنياً وقال أشهدك يا الله أن مالي كله صدقه لله ولرسول صلى الله عليه وسلم شوفوا الموقف حسن الخلق حتى مع اليهودي لانتسع الناس بمالك ولا بجاهك لكن حسن الخلق إذا لقيت أخيك المسلم جارك لا يصلي يا أخي في الله الصلاة اتق الله في نفسك امرأة متبرجة من أقارباتك الدين النصيحة يا إخوان الدين النصيحة الدين النصيحة قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أمر معروف بالتي أحسن جارك لا يصلي تنصحه يقع في الزنا تنصحه حتى تبرئ ذمتك أمام الله بعض الناس لا يأبه بنوا إسرائيل على ثلاث طوائف الذين فعلوا المنكر وإذ قالت طائفة منهم لمتعظون أصحاب السبت ثلاث طوائف الذين وقعوا في المنكر وتحايلوا على الله طائفة فعلت المنكر فعلت الكبيرة قال الله فيهم قال الله فيهم كونوا قردة خاسئين لعنهم الله ومقتهم وغضب عليهم طائفة ساكتة ساكتة لا تنكر مر بالمعروف ليس لي دخل عليكم أنفسكم أنا في نفسي جارك لا يصلي عليكم أنفسكم الزوجة فلان يزني عليكم أنفسكم ليس لي دخل هذا مثل الطائفة الساكتة قال محمد بن حسن بن حنفية أخشى أخشى ورد بعض الآثر أيضا أنها ألحقت بالمعذبة لأنها لم تأمر ولم ولم تمنها أما الذين نهوا اتقوا الله خافوا الله قال الله فيهم فأنجينا فأنجينا الذين إيش ينهون عن السوء نجاهم الله إذن حسن الخلق مع جارك ومع أقاربك هذا دعوة إلى الله عز وجل التبسم دعوة الناس غير المسلمين بعملك أسأل الله التوفيق نعم طيب ثم هنا هنا هناك قصة من أخير مهضرة هناك هناك قصة تسبب على الشيخ yang menunjukkan bagaimana baiknya أخلاق 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 فيقات يستيقات تحرقا ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan ini terjadi ketika salat asar setelah salat asar dan setelah salat jenazah orang tersebut memegang Rasulullah صلى الله عليه وسلم dengan keras orang Yahudi tersebut memegang Rasulullah صلى الله عليه وسلم dengan keras padahal disana ada Umar ada Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain maka berkata Ya Muhammad Wahai Muhammad berikanlah hak saya Wahai Muhammad berikanlah hak saya Wahai anak keluarga Abdul Muttalib dia menyebutkan keluarga Abdul Muttalib kemudian dia mengatakan mengapa kalian suka mengakhirkan hutang pembayaran hutang akhirnya kenapa kalian tidak mengundurkan pembayaran ya kenapa kalian mengundurkan pembayaran hutang maka Umar Umar mengeluarkan pedangnya Umar mengeluarkan pedangnya disini kalau kita lihat para ulama menyebutkan bahwasannya orang Yahudi telah melakukan lebih dari 30 dosa besar 30 dosa besar yang dilakukan oleh orang Yahudi ini ketika dia masuk ke dalam masjid saja sudah salah kemudian dia mengatakan ya Muhammad dengan panggilan yang tidak terpuji padahal beliau adalah seorang Nabi kemudian juga dia mengatakan ya ala Abdul Muttalib wahai keluarga keturunan Abdul Muttalib ini juga ada taasub fanatisme terhadap keluarga kemudian juga orang Yahudi ini telah menuduh Nabi Sallallahu alaihi wasallam terlambat di dalam pembayaran hutang ya telah mengakhirkan pembayaran hutangnya maka disini ya baik itu jauh sekali kalau misalkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan pembayaran hutang tidak boleh untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut oleh karena itu Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang Yahudi tersebut sisa berapa hari pembayaran hutangku maka orang tersebut mengatakan sisa tiga hari sisa tiga hari ini untuk menunjukkan kepada para sahabat bahwasannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ini dalam kebenaran waktu akhir pembayaran hutang itu belum selesai kemudian Rasulullah menyuruh kepada Umar bin Khattab Ya Umar izhad ma'ahu fa'altihi haqqahu qabla maw'idih maka Rasulullah menyuruh kepada Umar pergilah Umar bersama beliau dan berikanlah haknya yaitu hutangku berikanlah kepadanya sebelum waktu pembayaran hutang kemudian tambahkanlah kepada orang tersebut 30 sa'an 30 sa' gandum kalau misalkan kata Sheikh tadi kalau di kilogramkan seperti 90 kilogram tambahan dari hutang tersebut kemudian di perjalanan ketika Umar bin Khattab bersama orang Yahudi tersebut orang tersebut marah Umar marah kepada orang Yahudi tersebut kenapa dia melakukan hal tersebut kepada Rasulullah s.a.w. maka berkatalah orang Yahudi Wallahi demi Allah saya mendapatkan ilmu dari Taurat apabila dia benar seorang Nabi maka setiap dia dibuat marah apabila dia benar-benar seorang Nabi ketika dia dilakukan hal yang membuat dia marah atau misalkan dia dicela maka ini akan menambahkan maka kesabarannya pun akan tampak akan kelihatan sabarnya dan setelah itu dan juga kita lihat bagaimana Rasulullah s.a.w. membayar hutang kemudian ditambah dengan tambahan hutang tersebut kemudian apa yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut dia bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahasanya Nabi Muhammad s.a.w. adalah putusan Allah ini karena apa karena baiknya akhlak Nabi Muhammad s.a.w. dan saya umumkan kepada Allah s.a.w. bahwasannya harta saya yang ada di Nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. semuanya saya sedekahkan untuk Allah s.a.w. s.a.w. kalau kita lihat bagaimana perilaku Nabi s.a.w. mereka tidak menginginkan harta tidak menginginkan kedudukan tidak menginginkan kedudukan sehingga orang Yahudi tersebut masuk ke dalam agama Islam kalau kita lihat bahwa agama ini adalah nasihat dan sangat penting disana dilakukan Amr Bir Ma'ruf menyuruh melakukan perbuatan yang baik dan melarang dari melakukan perbuatan yang mungkar begitu pula perbuatan zina ini harus kita larang kita harus harus larang kemudian Syekh menyebutkan beberapa ta'ifah beberapa kelompok kemudian ya sebagian manusia ketika dia diajak dilarang dari perempuan termungkar maka mereka mengatakan uruslah dirimu sendiri uruslah dirimu sendiri dan sungguh beruntung orang yang berkecimpung dalam Amr Ma'ruf Nahim Mungkar ya jadi disini kita disarankan oleh Syekh bagaimana kita bisa beramr Ma'ruf Nahim Mungkar dan juga memiliki akhlak yang mulia Allah استغلال الله استغلال الله سأبت 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 أهل المجنون سأسأل في القبور وإلى أين مرجعهم هل إلى الجنة أو إلى النار برق الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة يعني قلم التكليف عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ أو يحتلم ولذلك المجنون غير مكلف مثلها المعتوه غير مكلف ولذلك الله أعلم بحالهم مثل هؤلاء أيضا يقال في أطفال غير المسلمين أطفال غير المسلمين إذا مات الطفل قبل الملوق في السادسة أو السابعة فيقال الله أعلم بهم منهم من قال أنهم يمتحنون ومنهم من قال أنهم من أهل العراف ومنهم من يقول أنهم يدخلون الجنة الله أعلم وأما المجنون فما جاءت فيه نصوص لكن الظاهر أنه إذا كان من بيئة إسلامية وأهله مسلمون ويمحافظون على الصلاة الله أعلم أنه يلحق بهم يلحق بهم أما إذا كان والده غير مسلم وكان مجنون أو كان صغيرا ومات فالله أعلم بهم ومن قيم ذكر خلاف الأهل العلم فالله أعلم فما يفعل الله بهم يمو قيمة أعلم فالله أعلم أنه يدخلون الجنة حتى يُفِق أعلم أنه يدخلون الجنة أعلم أنه يدخلون على الصلاة أعلم أنه يدخلون الجنة سيحةث Atlanta beliau mengatakan Allahu Alam بِسَوَقْ Ini kesimpulan awal Kemudian Apabila إِذَا مَا تَقَبْلَ Begitapula permasalahan ini seperti permasalahan الْأَطْفَالِ yaitu anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum dewasa yaitu ketika umur 6 atau 7 tahun Allah lebih tahu akan keadaan mereka Apakah sebagian ulama mengatakan mereka masuk ke dalam surga Sebagian ada yang mengatakan bahwa mereka akan diuji oleh Allah SWT Dan sebagian lagi mengatakan mereka ada di a'raf Yaitu dinding antara surga dengan neraka Dan masalah orang yang gila Syekh mengatakan tidak ada nusus, tidak dalil yang jelas menyebutkan hal ini Akan tetapi selama orang gila tersebut Orang gila tersebut berada di lingkungan islami Maka akan dipertemukan dengan orang-orang islam Tetapi apabila dia berada di lingkungan orang-orang yang kafir Atau misalkan orang yang anak kecil yang dia itu kafir Dan mati dalam keadaan seperti itu juga Maka Allah yang lebih tahu keadaan mereka Fadilatul shaykh Ma mawkifuna min al-shi'ah rafidah Al-mujudah fi bilaadina Ilman bianna hun Bada'u Yansur Yani Dawatahum Al-mujudah 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 التحذير منهم وأيضاً أن يكون هناك موقف من طلبة العلم وأدعو الجمعيات وكذلك المعاهد إلى الاجتماع وترك الاختلاف والفرقة ولذلك يقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أن نجتمع فافتراق الإخوة هذا سبب تسليط الأعداء علينا ينبغي أن نجتمع وأن نحذر وأن يربى الأبناء على محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينخدعوا وتبيين منهجهم الضال لأبناء المسلمين وما هم عليهم ينبغي أن يبين يجب أن يبين في بعض الدول القريبة منكم مثل في ماليزيا منعة كمنهج وفي السودان كذلك ينبغي أن يكون هناك موقف طلبة العلم والعلماء لأنهم ما دخلوا في بلد إلا أفسدوه ما دخلوا في بلد إلا أفسدوه فينبغي أن يكون هناك موقف تحذير وكذلك أهم شيء أيها الإخوة أن نحصن أبناءنا بالكتاب والسنة لا بد من تحصينهم وتعليمهم المنهج الصحيح المنهج منهج أهل السنة والجماعة نربيهم على هذا الشيء وأيضا أن ندعو من ظل من هؤلاء لا مانع تدعوهم لدعوته إلى الله عز وجل فإن بعضهم قد لا يكون دخل في هذا المنهج إلا عن طريق من فقر أو غير ذلك يبين له المنهج ويدعى إلى الله عز وجل لعله يتوب والتوبة تقبل من كل أحد ولكن ينبغي وأعود وأعيد وأكرر أن نجتمع وأن نحذر من الفرقة بيننا كإخوة وأن الترابط إن الترابط هو من أسباب النصر على الأعداء وأيضا أن نبين المنهج الصحيح وندعو إلى الله عز وجل ومنهج أهل السنة والجماعة منهج واضح ميسر سهل ونبينها للناس بطريقة يعني ليس فيها تشدد الناس يختلفون في هذه البلاد عن غيرها وينبغي أن نرفق من الناس أيها الأخوة الرفق الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل من يعني انبرى للدعوة دعوة النساء من النساء أو الرجال أن نرفق من الناس ولو كنت فضا غريض القلب لن فضوا من حولك وأن نحرص على دعوتهم بالتي أحسن بالتودد إليهم بالهدية إليهم بالإحسان إليهم كما يقول الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وترجون من الله ما لا يرجون فإن هذه من أسباب تقوية الصف وكذلك التحصين تحصين الأبناء من هذا المنهج الضال المظل تدريس الأبناء العقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة في آل البيت حتى يعرف وإلا الحمد للأن هناك خنوات و هناك كمور أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق الجميع طيب disini ada soal soal yang kedua bagaimana sikap kita ya Syekh terhadap Syiah yang ada di negeri kami saat ini karena kita ketahui bahwasannya mereka sedang mulai dan sedang menyebarkan dakwah mereka maka Syekh menjawab sebelumnya disini ada penting segera pemilik mobil Luksio 886 5 atau 3 ini 8863 Luksio mohon dipindahkan syukran yang merasa tolong maka Syekh menjawab inna ladhina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi jalan Allah mereka menginfakkan harta-harta dari jalan Allah mereka tahu bahwasannya ahli sunnah memperjuangkan Islam sehingga mereka menghalangi ahli sunnah dari dakwahnya ya dari dakwahnya dan disana kesesatan dari Syekh ini sangat jelas dia adalah aliran yang sesat disana ada apa mencela para sahabat Nabi SAW kemudian kesesatan kesesatan yang lainnya ya kemudian disana seharusnya para jamaat para organisasi-organisasi perkumpulan-perkumpulan mengadakan pertemuan ya bersatu di atas Islam wa lai tanaz'u janganlah kalian berselisih fataf shalu dan kalian lemah wa tathabari hukum dan hilang angin kalian pergi angin kalian maksudnya kalian tidak ada apa-apanya dan jangan sampai juga musuh-musuh menguasai menguasai kaum muslimin menguasai kaum kaum muslimin dan kita sudah sepantasnya mendidik anak-anak kita anak-anak kaum muslimin dan memberikan penjelasan kepada mereka akan bahaya syiah sebagaimana syiah aliran ini sudah dilarang di beberapa negara seperti Malaysia dan juga Sudan dan Saudia tentunya Saudia juga demikian la buddha ma'ukif na'ulama dan seharusnya para ulama dan juga talab al-ilmi yang menjelaskan bahaya dari mereka tidaklah syiah masuk ke dalam suatu negeri kecuali negeri tersebut dia rusak mereka sifatnya merusak negeri tersebut dengan menjelaskan kepada mereka kepada orang lain akan kesesatan mereka sebentar kemudian disini saya juga menyarankan agar kita mendidik anak-anak kita memberitahu anak-anak islam menjaga mereka dari kesesatan kesesatan orang-orang syiah dan sudah sepantasnya kita saling tarobot saling bersatu karena ini merupakan sebab dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kita bersatu di atas al-manhaj as-sahih yaitu jalan manhaj yang lurus yaitu ahli sunnah wal jamaah sungguhnya manhaj ini adalah manhaj yang mudah jalan yang mudah kemudian sangat jelas kemudian syiah juga menjelaskan bahwa yang pentingnya kita berlemah lembut di dalam berda'wah mendakwahkan berda'wah kepada Allah ini penting berlemah lembut kesesatan firqah atau kelompok sesat ini yaitu dengan cara misalkan kita menjelaskan keutamaan ahli al-bayt keutamaan keluarga-keluarga nabi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam Allah alam al-sallam السؤال الثالث يعni arjula an yudakhilani wa ahli al-jannah fa ma tawjihukum lana barakallahu fikum sallallahu sejarah an yudakhilani jenna nareju tawjihukum hikada aneh alayk bilamal alayk bilamal wajib bilamal wajib bilamal sallallahu fadilat shaykh hal jenna al-an wujud mwujud na'am 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 jenna mwujud 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 jenna 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 tawjihukum mwujud 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 وقال الله عليه وسلم عن النار دخلت النار امرأة في هرة لا هي أطعمتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض هي حبست الهرة في مكان لا هي أطعمتها أكل ولا هي جعلتها تأكل تخرج كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن لحي في جهنم يجر قصبه والعياذ بن له والنبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني ذكر أنه رأى الجنة ورأى فيها قطافاً وعنباً ورأى لما في قصة صلاة الكسوف وفي غيرها لما أسري به فالجنة والنار مخلوقتان الذي يقول أن خلقها عبث وأنها تفنى هم المعتزلة الظلال أصحاب العقول الذين يقدمون العقل على النقل يقولون إن خلقها الآن عبث استغفر الله يقسون أعمالهم يقسون الله عز وجل على أعمالهم والله عز وجل لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون أعددت لعبادي كذا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فالجنة والنار الآن موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة طيبة تربة وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إلهة إن الله والله أكبر كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذن الجنة مخلوقة والذين يقولون بأنها لم تخلق هؤلاء المعتزلة أصحاب الذين قدموا عقولهم على الكتاب والسنة هنا النصوص متضافرة من الكتاب والسنة على أن النار والجنة مخلوقتان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من النار وأن يدخلنا الجنة نعم kemudian disini ada pertanyaan tentang apakah sekarang surga itu ada ya surga itu ada begitu bulan neraka sekarang juga telah diciptakan oleh Allah سبحانه وتعالى sebagaimana firman Allah سبحانه وتعالى dan neraka ditampakkan kepada mereka di waktu pagi dan di waktu sore dan ketika terjadi hari kiamat maka masukkanlah pengikut-pengikut fir'aun pada hukuman yang sangat pedih ini menunjukkan ini menunjukkan tadinya dia ada azab kubur kemudian disana dimasukkan ke dalam neraka kemudian dimasukkan ke dalam neraka begitu pula ada hadis yang menyebutkan tentang seorang wanita yang masuk ke dalam surga karena karena ada apa masuk ke dalam neraka afwan masuk ke dalam neraka gara-gara seekor kucing gara-gara seekor kucing tidak diberi makan tidak diberikan tidak dibiarkan sehingga dia makan makanan yang ada di luar maka disini dia masuk ke dalam neraka begitu pula Rasulullah SAW pernah melihat Amr bin Luhay di neraka begitu pula Nabi SAW melihat kurma-kurma kemudian buah-buahan yang rindang ketika Rasulullah SAW salat khusuf salat gerhana Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah SWT di hadapan beliau yaitu buah-buah surga ya jadi disini kesimpulannya surga dan neraka itu makhlukatani adalah dua makhluk yang ada sekarang ini ada pun pendapat dari Mu'tazilah pendapat dari kelompok sesat yaitu Mu'tazilah mereka adalah orang-orang yang mengutamakan akal-akal mereka mereka mengutamakan akal-akal mereka mereka mendahulukan akal daripada dalil-dalil syariat daripada dalil-dalil syariat semuanya Allah SWT tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan dan mereka akan ditanya atas apa yang mereka lakukan dan Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis kudsi yang tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbesik di hati manusia begitu pula sabda Nabi SAW al-jannah taibah turbah dia itu tanahnya baik bagus kemudian cara menanam pohonnya adalah dengan subhanallah walhamdulillah ini menunjukkan juga bahwa surga sekarang ini sudah ada diciptakan oleh Allah SWT berbeda dengan yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah maka mereka mengatakan dalam hal ini sesat mereka dalam hal ini dan dalil-dalil tentang keberadaan surga saat ini sangat banyak dan sangat zahir sangat tampak amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suhuman short ini maar jpiel selamat menikmati menikmati maaf aman sucesan ini دحظ مزلة عليه كلاليم عليه شوه كالسعدان يقبض الكفار والمنافقين ومن شاء الله أن يدخل النار وأما المؤمنون فيجاوزون إذن الجنة يدخلون الجنة ولن تقوم القيامة حتى تكتمل العدتان عدة أهل الجنة لأن هناك ناس سوف يخلقون بعدنا إن شاء منها الجنة وسوف يخلقون ناس بعدنا من أهل ماذا؟ من أهل النار حتى تقوم القيامة لن تقوم القيامة حتى تكتمل العدتان عدة أهل الجنة وعدة أهل النار والعياذ بالله كمدين ciertين على الدكن على ربك حتى شغلília Dan ini adalah keputusan dari rohmu yang pasti terjadi dan ini telah ditetapkan Jadi ini menunjukkan bahwasannya masuk ke dalam surga adalah setelah melewati sirat ini Kemudian surga Allah SWT berada di bawah arus rahman Yang ditekankan kembali bahwa masuknya manusia ke dalam surga setelah melewati sirat Setelah melewati sirat yang mana jembatan tersebut dia di dalam riwayat disebutkan dia lebih tajam Daripada pedang lebih tipis daripada tajam dan tipis Kemudian disana ada duri-duri yang bisa mengkait menarik orang-orang agar terjatuh ke dalam neraka jahannam Dan orang-orang mu'min akan melewati sirat tersebut Kemudian setelah itu ahli surga masuk ke dalam neraka di hari kiamat Kemudian disana ada dua kelompok manusia Sheikh menyebutkan ada dua kelompok manusia Ada yang dipersiapkan untuk masuk surga dan ada juga yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam neraka Allah SWT Kemudian soal yang Fadilat al-Sheikh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT 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 تقتل في الهلم الحرم وهي نجسة القط أطهر منها ولكن سبحان الله الغرب كيف الإعلام الغربي كيف شوش على الناس ما يعرف بتوم جيري توم جيري القط بغيظة ويرسمها الغرب أنها أنها معتدية وأنها نجسة والفأرة الفويسقة ترسم بأنها بطلة وأنها نظيفة وهذا كلام باطل شوفوا تغيير الأفكار هذا يريد الغرب ناهيك عن أمور أخرى مسخ العقول الإعلام الغربي توم جيري وغير ذلك إذن أيها الإخوة هي محرمة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتلها من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم إذا كان هنا شيء يقتله تقتل سؤال الثاني ما هي طريقة المثلة حتى نستقيم في إيماننا وديننا برك الله فيكم لا تقوم بإيماننا وديننا حسنا أجلب منه سؤال الثاني الثاني طيب 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 ada yang bilang tidak ada dalil di dalam Al-Quran yang mengharamkan tikus yang mengharamkan tikus, jadi dia boleh dimakan, ini bagaimana menurut Syekh dapat ini maka Syekh mengatakan bahwasannya tikus termasuk hewan yang fawasik, hewan yang buruk hewan yang tercelah dibunuh di negeri yang halal maupun yang haram, maksudnya tanah haram maupun tanah halal, tanah haram makkah, seperti itu disini dia dibunuh, kita tidak boleh memakannya, memang tidak ada dalil dari Al-Quran tetapi disana ada dalil dari hadis Nabi SAW dan ada orang-orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran, tetapi tidak dengan hadis Nabi SAW mereka adalah aliran Quraniyun yang hanya memfokuskan diri pada Al-Quran dan tidak menerima hadis Nabi SAW SAW di dalam beramal dan kita beriman dengan Al-Quran bahwasannya Allah SWT mengatakan kita beriman bahwasannya Allah mengatakan dan tidaklah dia yaitu Nabi SAW berucap dengan hawa nafsunya dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya ini menunjukkan bahwasannya hadis Nabi SAW juga wahyu dari Allah SWT sebagaimana kata Rasulullah SAW ala ini utitul Quran kitabah wa mislahu ma'ah sungguhnya saya diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya kemudian disini tikus dia itu adalah hewan yang buruk dibunuh walaupun di tanah haram dan di tanah halal tanah haram Mekah misalkan ya dia dibunuh padahal kalau hewan-hewan yang suci dia tidak tidak boleh dibunuh di tanah di tanah haram contohnya sekarang ada seperti film Tom and Jerry ya film Tom and Jerry ditampakkan disana yang penjahatnya adalah si kucing padahal dia hewan yang bersih ya sedangkan pahlawannya adalah siapa tikus nah ini terbalik makanya disini ada pemutar balikan fakta seolah-olah tikus ini adalah hewan yang baik hewan yang bersih ya disini ada pemutar balikan fakta dan dia termasuk ya hewan yang haram ya dimakan termasuk hewan yang fasik selamat menikmati selamat menikmati aku sebabnya masih jantan tapi mesti selamat menikmati apa selamat menikmati jenapan tersi selamat menikmati hal tentacanya usiyah kita berbicara kita berbicara ya tersi penuh ya ini oh penuh jenapan والله يا أخي هذا رأي مشايخ عندنا مشايخنا شيخنا بن باز رحمه الله الشيخ بن عثيمين أنا لا أفتي بنفسي مشايخنا أن نتارك الصلاة يتركها جحود ولا يصلي لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وشي الفرق بين المسلم وغير المسلم ولذلك لو تأملنا أيها الإخوة لو تأملنا أركان الإسلام في المدينة وفي مكة في مكة ليس هناك إلا التوحيد والصلاة ليس كذلك ولذلك قال بعضها العلم أن نترك الأمور التي شرعت في مكة أن نتركها كفر وهي التوحيد والصلاة لكن التي في المدينة تركها ليس كفر الزكاة ليس كافر الصيام حج لكن الصلاة قرينت توحيد فإن تابوا وأقاموا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن بعد الشهادتين أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات الصلاة الصلاة في آخر حياته إذن الصلاة غير قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين بين الرجل والكفر كما في الصحيح ترك الصلاة هذه نصوص وليس هذا الفتوى فتوى من اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية فتوى سماعة الشيخ أبي عزمباز بن عثيمين وكبار علماء أن من ترك الصلاة جحوت ولا يصلي تارك الصلاة إطلاقاً ولا يصلي ولا يعترف بالصلاة ويقال له أصلي يقول لن أصلي أنا حر جاء أحد الصلاة ليس له حظ في الإسلام ليس له حظ في الإسلام نعم طيب وإن كان الكلام قاسي لكن هذا دين أيها الإخوة هذا شرع الله لا يجامل فيه أحد لا يجامل فيه أحد كائناً من كان إذا قال الله عز وجل ذن فقط من يؤخر الصلاة عن وقتها يصلي فويل للمصلي فما بالك بالذي يترك الصلاة نعم طيب disini شيخ أبي عزمباز ويقال هناك perkataan yang saya terjemahkan yang terakhir dulu bahwa perkataan ini walaupun perkataan yang mungkin agak berat diterima tapi disini saya katakan شيخ أبي عزمباز bahwasannya ya kecuali salat ketika kita melihat pensyariatan di Mekah dan di kota Madinah para ulama menyebutkan ibadah yang disyariatkan di Mekah meninggalkannya kufur kafir dianggap sebagai perbuatan kafir dan ibadah yang ada di Mekah hanya dua ketika itu yaitu tawheed dan yang kedua salat ibadah yang disyariatkan di Mekah diperintahkan di kota Mekah pada saat itu adalah tawheed dan salat saja kemudian setelah sampai di Madinah mulai dengan syariat-syariat yang lain karena itu sebagian ulama menghukumi orang syariat yang diwajibkan amalan yang diwajibkan di Mekah meninggalkannya termasuk perbuatan kafir kemudian salat ayyul ikhwan itu adalah pendamping dari tawheed pendamping dari tawheed coba kita lihat hadis dari Mu'ad inna allaha qadiftar oda alaikum khamsah salawat alaikum khamsah salawat sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka lima salat lima salat jadi disuruh Mu'ad bin Jabal setelah dia diajarkan tawheed maka disuruh oleh Rasulullah s.a.w. agar diajarkan tentang salat lima waktu salat lima waktu begitu pula dalil yang jelas waakimul salat wa atu zakah wa la takuna ma'al musyrikin didikanlah salat dan bayarlah zakat dan janganlah kalian bersama orang-orang yang musyrik ini menunjukkan janganlah kalian bersama orang-orang musyrik adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang menilai kalan salat telah keluar dari agama islam dan inilah fatwa yang dipilih oleh lajnah da'imah yaitu dewan fatwa harian di di Saudi kemudian juga fatwa dari Sheikh bin Baz guru beliau kemudian Sheikh Uthaymin juga berfatwa demikian orang yang tidak salat ketika dikatakan salatlah maka dia katakan lan usali saya tidak mau salat selama-lamanya ya maka orang yang seperti ini tidak ada bagian dari islam tidak mendapatkan bagian di dalam islam tetapi disini saya ingin memberikan sedikit tambahan menjelaskan bercakap يعni كل insan مثلا يصلي في البيت او يصلي يؤخر هذا اخف يعni وهو على خطر ليؤخر الصلاة عن وقتها لكن شخص لا يصلي بتات واذا قلت له قال لكم دينكم ولي دين لن أصلي هذا خطير الصحابة كما روى بن نصر رحمه الله كانوا بإجماع لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة بإجماع خاصة إذا كان جاحد لها قال لن أصلي فقط يقول أنا أشهد ولا يصلي الإسلام الأعمال أقوى عمل ظاهر بعد الشهادتين الصلاة ومصداق ذلك للشهادتين أنه يصلي فإن صلى دلال على إسلامه أما إذا جحد ولم يصلي فلا حظ له في الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم موسوك Kemudian di sini saya peringatkan perlu saya beri catatan insyaAllah 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 1145 kita selesai disini ada pun orang yang sholat kemudian dia mengakhirkan sholatnya maka ini lebih ringan daripada orang yang tidak mau mengerjakan sholat yang tidak sholat Maka orang yang seperti ini Ditegaskan kembali Dihukumi sebagai orang yang kafir Kemudian Tidak ada Para sahabat Menghukumi satu amalan Yang meninggalkan amalan tersebut Dianggap sebagai orang yang kafir Kecuali amalan sholat Dan ini beliau mengatakan bahwa ini adalah Ijma' dari para Sahabat, orang yang meninggalkan sholat Mereka kafir Jadi penekanannya Diulang-ulang seputar itu Asyik akhira Asal Allah subhanahu wa ta'ala An yuafiqa nawayyakum Ashkurul ikhwah Walakawat Ashkurul ikhwah Walakawat An al-hudur wal-insat Asal subhanahu wa ta'ala An yaj'ala Aja ma'ala Aja ma'ala حديث أختم به قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه النساء بل قال اللهم إني أعوذ بك من النار ثلاثا أعوذ بك من النار أعوذ بك من النار أعوذ بك من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أبعده عني وإذا قال اللهم إني أسألك الجنة ثلاث مرات أسأل الله الجنة أسأل الله الجنة أسأل الله الجنة قالت الجنة اللهم أدخله إياك احرص على هذا الدعاء واحرص على دعوة أبنائك للصلاة والمحافظة عليها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومن له حق الدعاء علينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوتك اللهم اجمعنا في جنات النعيم في الفردوس الأعلى ووالدين والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم يا حي يا قيوم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم مسكنا بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتوفنا عليهم غير مبدلين ولا محرفين واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أخيري pembicaraan ini kepada الله agar dimasukkan ke dalam surga maka surga akan mengatakan اللهم أدخله إليا يا الله ماسukkanlah dia ke dalam diriku yaitu surga kemudian disini saya berdoa dengan doa yang kita sama-sama dengarkan kemudian dan saya berkata juga mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua di dalam surga Allah semuanya disini masuk ke dalam surga Allah amin kemudian saya juga berdoakan kebaikan kepada para muwahidin kemudian kita mohon kepada Allah keridoannya dan surga dan juga dimatikan kita dalam keadaan mengucapkan لا إله إلا الله رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْأَالَمِينَ dan saya minta uzur atas berbagai macam kekurangan pada bantuk terjemahan dan saya juga akhiri dengan Assalamualaikum وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ